موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي محمد نور الدين خوام من حلب خريج جامعات حلب اختصاصي في الطب الداخلي من امريكا حائز على البورد الامريكي في الامراض الداخلية نشاطاتي السياسية بدأت من فترة طويلة من الفين وعشرة بشكل من الفين بشكل يعني جدي قبلها كنا يعني نقوم ببعض النشاطات بعد الالفين بالحياة يعني كلي دور ومساهمة في كثير من التجمعات والمؤسسات المعارضة يا اخوتي اخوتي احبتي في سوريا الاباء في سوريا الكرامة سوريا الحضارة في لقائي هذا المختصر اريد ان ابث لكم ما يجول في صدري بعد ثلاث سنوات عجاف قضاها الشعب السوري في هذه المعركة الحامية التي اتسمت بالملاحم والتضحيات وظهر فيها شعبنا في سوريا باسمى الصور التي اذهلت العالم بصموده امام آلة القتل والتدمير من قبل هذا النظام موجوه اولى هذه الامور ان انتصاراتنا التي حققتها هذه السورة ودفع ثمنها شعبنا الابي علينا الحفاظ عليها والبناء عليها لكي يتم اسقاط النظام كاملا بكل كياناته واسسه ولكي نحافظ على انجازاتنا وانتصاراتنا علينا ان نقوم بعض الامور لا شك ان هذه العثرات التي مرت بها الثورة كان منها من انفسنا ومنها من كيدي وغدري النظام ومكره وخبثه واكاذيبه وشائعاته او اشاعاته وهذا هو ديدنه لان كل اناء بما فيه ينضح ويعلم هذا النظام انه لا يستطيع ان يعزم شعبنا بآلة القتل والتدمير لو اتيح لنا مثل هذه القوى التي يملكها ولكن من عجزه اتبع كل الاساليب الخصيصة لكي يضع عثرات في امام ثورتنا اخوتي لا شك ان هذه الثورة منتصرة باذن الله وان النظام يحاول ان يكتسب شرعية ما لكي يطيل في عمره لا شك ان امر الانتخابات الهزيلة الانتخابات السخيفة التي اخترعها كانت من صنع الدول التي تدعمه على رأسها ايران والاتحاد السوفيتي حيث نادوا بهذه الانتخابات منذ زمن بعيد ولحن نتوقع النتيجة ونتوقع الاساليب التي يريد هذا النظام ان يتبعها فانا ارجو اهلنا في المناطق التي يسيطر على النظام ان يرجعوا الى ضمائرهم ان يرجعوا الى الحقائق والوقائع في التعامل مع هذا النظام بانه نظام مجرم بانه نظام لا يرعوي لا حقوق الشعب ولا حقوق الانسان وان دعمه هو تقريب او زيادة في تقريب هذا البلد اخوتي ارجعوا الى ضمائركم ارجعوا الى مبادئكم الى قيمكم واعلموا ان هذا النظام الذي استمر 50 سنة على اشلاء ودماء شعبنا واتسم بالفساد والتقريب يجب ان لا يطول اكثر مما طال ويجب ان نسعى الى انهائه فلا تدعموا ولا تنتخبوا ولا تقفوا اليه ولا تعطوه شرعية واعلموا انكم مسؤولون على مواقفكم هذه فمن انتخب يراجع نفسه انه سوف يقف امام الله ويسأله عن هذا الموقف الذي اعطى شرعية للقتل والتدمير والاغتصاب والفساد في هذا البلد الطيب لا شك ان النظام سيقوم بهذه التمثيلية السمجة ويخرج بالارقام التي يريدها ولكن يجب ان لا نكون نحن اداة لهذا الاجرام وهنا الشرائح عديدة من الشرائح الشعبي عديدة سواء كانوا من طبقة التجار فليرجعوا الى انفسهم ويروا اينهم ذاهبون مع هذا المجرم ايريدون ان يستمروا بالسرقة والخيانة والمحسوبيات ام انهم يريدون ان يقفوا الى جانب السورة يوما ما لكي يكسبوا هذا المال الحلال الذي سيضاعف لهم لينظر العلماء اين يقفون انهم محاسبون على مواقفهم هذه فليقولوا قول الحق وليقفوا موقف الحق في دعم شعبهم المظلوم المنكوب بهذا النظام اما ما تبقى من جيشنا الباسل عليهم ان يختاروا وعليهم ان يحزموا امرهم بالوقوف الى جانب السورة وهذا الموقف لن ينساه شعبهم لهم ان كل من بثق عن هذه السورة من مؤسسات سواء كانت مدنية او عسكرية يجب الحفاظ عليها ويجب تقويتها واصلاحها وعدم الطعن فيها والسعي الى الانتقاص منها او تخريبها هذا بالضبط ما يريده النظام فهي انجازات صنعتموها بايديكم عليكم ان تحافظوا عليها وتقووها الامر الاخر والمهم جدا اريد من اخوتي واهلي وشعبي الطيب في كل المدن السورية ان يلتزموا بالخط المعتدل الوسطي لثقافتنا وفكرنا لان الغلو والتطرف هو ضياع وهدم لما بنيناه ونبذ كل الافكار والمعتقدات الغريبة عن بلدنا التي صنعت خصيصا لتخريب مجتمعاتنا العربية والاسلامية خاصة اذا كان هذا الامر يتلبس بالدين وهنا الطامة الكبرى فهذا يبيح لنفسه القتلى وذاك يبيح السرقة تحت اعذار مبررات واهية لا دخل لها بالدين ولا دخل لها باخلاق الثورة وهنا في مثل هذه المواقف دائما يجب الرجوع الى اولي الامر اولي الامر والناس الذين لديهم الخبرى والمعرفة ولمن شهد لهم الناس بحسن السيرة والسلوك وهنا امر هام يطرح نفسه بضرورة وجود مرجعية لهذه الثورة مرجعية تتسم بالاخلاص والصدق والمعرفة والخبرة والامانة على مبادئ الثورة تدير شأن هذه الامور الهامة سواء كانت سياسية او عسكرية او اقتصادية او غيرها لا شك يا اخوتي ان هناك دعم عالمي لهذه الثورة دعم عالمي مختلف الاشكال واريد ان اركز على الامور الاغاثية التي هي التي هي امانة بأيدي الناس الذين يتلقون هذه الامانة فعليهم توزيعها بعدل وانصاف حسب حاجة الناس في كل ارجاء الوطن فالعذاب واحد والالم واحد والعدو واحد فعلينا ان نكون عادلين بتقسيم ما نستطيع تقسيمه فان لم نستطيع نقسمه بين ايدينا لاهلنا واخواتنا ونعينهم على الوقوف في وجه هذه الجرائم وهذه المصائب التي تمر بهم لا شك ان الامم تبقى باخلاقها وعلينا الالتزام والحفاظ على هذه الاخلاق علينا الالتزام بالصدق علينا الالتزام بالمحبة والتعاون بين بعضنا التزام بحديث الرسول والسلام مثل المؤمن في تواد وتعاطف كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة هذه كلمات قليلة اردت ان ابث لهم والحديث يطول والامور كثيرة ومعقد وشائك ولكن هذا ما جال في ذهني في هذه الدقائق القليلة استودعكم الله والى لقاء قادم ان شاء الله في المستقبل القريب ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصبر والثبات والتوفيق والانتصار العاجل على هذا العزو المجرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة